رصد الأحوال الجوية وتغير أحوال التقص مرتبط بكثير من المجالات الحيوية ومن ضمنها الفلاحة التي تعتمد بشكل كامل على التوقعات الجوية مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب خلية عمل تصل الليلة بالنهار من أجل متابعة تغيرات المناخ والتنبيه لما تحميله الأجواء على المدين القصير والمتوسط مديرية الأرصاد الجوية تتوفر تقريبا على أكثر من 750 سواء تقنيين أو مهندسين وكذلك تتبع جميع الأحوال الجوية وكذلك إعداد النشارات وتقارير خاصة بالتقص وبعد ذلك كان مرحلة تانية مرحلة جميع المعطيات حيث يتم تجميعها وكذلك إرسالوا على المسا والمركز في هذه القاعة يعمل طاقم من تقنيين والمهندسين على تحليل المعطيات واستخراج النتائج كل مجموعة هنا مختصة في مجال محدد كالملاحة البحرية والملاحة الجوية إلى جانب إصدار نشرات إنذارية في حال استشعار خطر يحمله تغير أحوال التقص تكون توقعت على شكل خرائط أو نشرات خاصة للمستخدمين والزبناء وسائل الإعلام وأن استدعت الضرورة أن نقوم بإصدار نشرات خاصة إنذارية في الحالات الجوية التي من الممكن أن تشكل خطرا على الأشخاص أو الممتلكات إضافة لعملها في مجال التوقعات تتابع مدرية الأرصاد الجوية حالة التقص بشكل مستمر وتعمل فرقها الجهوية على قياس تساقطات المطارية وسرعة الرياح وغيرها من مؤشرات أحوال التقص عمل تشرف عليه أطر المغربية ويعتبر المغرب فيه نموذجا على المستوين القاري والجهوي